تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية ومواجهة غلاء الاسعار بالسوق المحلي قامت القوات المسلحة بفتح واحد وستين منفذ بيع متحرك اضافي للعمل بالشوارع والميادين الرئيسية بواقع تسع عشرة منفذ بالقاهرة وثلاث عشر منفذ بالجيزة وسبعة منافذ بالقليوبية وأربعة منافذ بالغربية وثلاثة منافذ بكل من محافظات الشرقية والمنوفية والبحيرة وبني سويف ومنفذين بمحافظة المينيا ومنفذ واحد بكل من الوادي الجديد وأسيوت وسهاج وقنة وذلك من خلال سيارات نقل مجهزة لبيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والسلع والمواد الغذائية بأسعار التكلفة احنا بنشكر رئيس عبد الفتاح السيسي على الحاجات الأمر بيها ونشكر الجيش عشان الأسعار المخفضة اللي نزلت في السوق مفيش حد يبتحك عليك انت أخوك اللي بيبيعلك بمعنى ان القوات المسلحة يعني هي اللي بتقوم على خدمتك وهي اللي موفرة لك كل ده كل حاجة موجودة هنا في العربية بأرخص الأتمان بس الناس دايما تحب ايه تعكر صفوا البلد فيه ناس يعني مصلحتها البقى ما تقومش انما البقى ان شاء الله هتقوم هتقوم غصبا عنهم ما نعرفش نعيش إلا بالجيش الجيش حمانة وحمى بالارضة وحمى عرضنا يا رب يبركلكم يا رب يبركلكم ويسترع عليكم دنيا وآخرة طبعا الحاجات دي كلها كنا مش موجودة الأول كل حاجة دولتي موجودة اللحمة موجودة كل حاجة سواء مغرب تخشوا جوها تلاقي كلها الأسعار رخيصة جدا طبعا ما كانش في الكلام دولتي وربنا وفق السيسي إن شاء الله رئيس السيسي والجيش والشرطة ربنا معهم ويوفقهم يا رب حاجاني هذه اللحمة البلدي هذه اللحمة البلدي أهمة فيه 58 جنيه طبعا ما كانش فيها خالص كده ولا كان فيه كندين صغير زي الفل تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر وذلك لمواجهة الإقبال المتزايد على المجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة من قبل المواطنين